اشتركوا في القناة ويضم عددا من الابطال العالميين على مستوى هذه الرياضة واهم الاهداف التي من المؤمل تحقيقها بالاضافة الى الخطط والتوجهات التي تعنى بالارتقاء بها سواء من حيث تشريف المملكة في مختلف المحافل العالمية او زيادة رقعة انتشارها في البحرين واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الهمية الكبيرة للحدث منوها سموه بالدور الكبير له في الترويج لمملكة البحرين وتعزيز هويتها الرياضية من خلال التواجد في اهم البطولات العالمية والانعكاسات الايجابية لذلك بالتعريف بالدور الحيوي لها بصناعة رياضة الدراجات في المنطقة بالاضافة الى احتلال الرياضة في هذا المجال وتنفيذا للتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اقيم السباق التدريبي لفريق البحرين ميريدا لدراجات الهوائية بمشاركة 430 متسابقا يمثلون اكثر من 30 جنسية من البحرين والمقيمين الاجانب في المملكة بالاضافة لمشاركة سعودية بارزة عبر متسابقين محترفين وهو وانطلق السباق الذي استمر حوالي الساعة والنصف من فندق السوفتيل مرورا بحلبة البحرين الدولية والاستبلات الملكية وانتهاءا بنقطة البداية حيث بلغت المسافة الكلية 46 كيلو متر حيث طغى الجانب التدريبي على التنافسي وكان بمثابة فرصة كبيرة لجميع المتسابقين للاحتكاك واكتساب الخبرة من الابطال العالميين الذين يمثلون فريق البحرين ميريدا للدراجات وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم المميز للسباق والتدريبات التي تندرج تحت الاستعدادات الخاصة للفريق للمشاركة في رزدامة الاستحقاقات المقبلة الهامة على هذا الصعيد مؤكدا سموه على أهمية تواصل إقامة مثل هذا النوع من التدريبات التي تعتبر فرصة حقيقية للهواة لاكتساب المزيد من الخبرات التنافسية كما عبر سموه عن الاعتزاز الكبير بالكفاءات الوطنية التي ساهمت بإنجاح الحدث وساهمت بشكل يعكس الصورة المشرفة عن المملكة وتحديدا مع تواجد العديد من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عالمية مختلفة مشيرا إلى أهمية ذلك في الترويج للبحرين التي باتت تستقطب أنظار العالم عبر الاهتمام برياضة الدراجات الهوائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر